سلبياتها نأتي إلى سلبياتها سلبياتها كلها ناتجة عن التوجس أنت لما تتوجس لما تكفر تعتدي لو لفظيا تظهر وتقول عبد الشيطان وعلى المنبر تقول الكافر هذه سلبيات كبيرة ليست سهلة لكنها هي نتيجة للتوجس ما قال عنك هذا القول أصلا وما ألغى جائزة محمد صبيتي لما حاصروا الناد الأدبي في جده وألغوها لما حصل حصارات في الجنادرية وألغيت ليست خبثا بالشباب الذي فعل هذا الشاب كان متوجس ويرى أن الذي قدامه خطر أنا أوشك يقع علي اعتداء جسدي في فندق العطاس بعد محاضرة محاضرات النادي وتأخرت عن البقية ذهبوا للأكل فوق وأنا بقيت تحت على أساس لأمور ما أطلع إلا آخر واحد تقريبا أنا أو الأستاذ أبو مديان الأستاذ أبو مديان تحرك شوي بس بضعة أمتار وأنا كنت المتأخر جدا يعني كام منه ممكن يحصل الاعتداء جسدي علي في تلك اللحظة والله إن الشباب وراي يفح زي فحيح الأفعة من شدة التوتر والغيظ ويقول لي ترى ترى فيروس واحد يدمرك تذكر ويش قال لك بعثيمين طيب ش قال لي بعثيمين والله ما قال لي شيء لكن معها هدأتا قلت أبشر أبشر وإن شاء الله بتذكر الشيخ العثيمين درس لي 14 سنة وبشر الذكر هدأته ومشيت لو ما هدأته لو تفت عليه التفات مستفز والله صار حاد ذاك اليوم فبلغت إلى الحد هذا بلغت إلى هذا الحد هل هذي سيئات شديدة جميل جميل بسبب غرس التوجس أنه حتى التلفزيون حتى الدش حتى سماع أغنية وصوت أغنية حتى موسيقى أنا واحد من عيالنا والله فاتح يوم حرب الخليج حرب تسعين عام تسعين فاتح الراديو بيستمع الأخبار فيقول سك الراديو ليش قال الموسيقى كثير موسيقى أخبار مقدمة قال حتى أولا ولد من عيالي وحادي حد فإلى هذا الحد هذه مهيب بسيطة هذه السلبياء الضخمة وهي اللي سببت ترى إذا حلال هي اللي سببت الغيض المحيط يعني هذه الرؤية التي تنظر بها ربما رؤية سلبية أو تشاؤمية منتسألتها عفوا إيو إيو أنا دكتور هي ذاتها أنا ممكن أأتي أبدي إيز قاسم ويقول لك يا دكتور أن العنكسات الاجتماعية لتقول أيضا يعني جعلت هذا الشاب يبث الوعي والأخلاق وبر الوالدين والتزاور وصلة الرحم وزيارة الأقارب أنا أعطيتك الإيجابيات مع الشاب الجاد أعطيتك إياها بس أنت سألتني عن السلب صحيح فأعطيتك جواب عن السلب إذن هناك أيضا صورة إيجابية لانعكازات الاجتماعية هي الثنائية ترخص كل شيء جاد وهذه كل تحتها مئات العنوين تحت جاد والمزايا متوجس وذي تحتها مئات العنوين تحت هذا التوجس نعم إذا اختصرناها بجاد متوجس فخاصة الأمر كله تحت العنوانين وبعدين تدخل بالتفاصيل نعم هي هذه كل أهل تقوله تفاصيل بره بوالديه تفصيل نعم اعتداءه على أحد نعم لفظيا أو يوشكا اعتدي جسديا تفصيل أيضا لأنه ليست هي الحقيقة المطلقة نعم هذا تفصيل من تفاصيل لكنه ناتج على التوجس الذي غرس ليش هو يتسوي كذا بينما الرمز رئيسه الذي يخطب فيه ما سوى كذا ما نزل من المنصة وحاول يفح بوجه كذا الشاب صغير لأنه صدق هذا الرمز صدقه لما قال ذا عبد الشيطان إذن هو عبد الشيطان إذن أنا أضرب الشيطان عبر جسد هذا الآدم نعم هذا ناتج للتوجس نعم